حل مشكل البلوك على تطبيقك الخاص تويتر اليوم سنتعرف على طريقة وكيفية التعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات نأتي إلى نافذة الضبط والإعدادات نقوم بالنزول إلى الأسفل نأتي إلى التطبيقات نضغط عليها بعدها نأتي إلى نافذة التطبيقات ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل للبحث عن تطبيق التويتر هنا في الأسفل بعد ذلك نقوم بالضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة علومات تطبيق ثم نأتي إلى إقاف إجباري نضغط عليه تقوم بالضغط على موافق بعدها نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى مسأل بيانات وبعدها نأتي إلى مسأل تخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك الخاص لكي يقوم بإعادة تحديثه على تطبيقك الخاص تويتر وهنا نكون قد قمنا بالتعرف على هذه الطريقة لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزر لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله